أهلاً لكم على الاستماع والمشاهدة اليوم مزوى الضيوف في الأستوديو بإذن الله الضيفة الثانية اللي بيكونوا معنا بعد قليل زيني بعطايا بيقدمنا كتاب والدها اللي كتبته أختها ووزرته عمد كأديسيو زيني بعطايا كتاب حول محمد عطايا من الابيليم تاع التربية في الساحة التربية التونسية كان أستاذ ومدير الصديقية ونرجع على هذا الكتاب المهم مع السيدة زيني بعطايا قبل ذلك سرياض بن بوكرة المدن العام للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية اشرفنا بالحضور في الأستوديو اللي إجابة على حيرة عند الأساد عند الأولياء عند التلميض سرياض صباح النور تحية لك وتحية لسيدة المستمعين سرياض الأولياء هنا سمعوا تسريح من وزارة التربية يقول لا ربما بشي تم في اللايمات القريبة القادمة التخلي على نظام التدريس بالأفوش وبش نرجعوا نقرأه كيلة عادة والهنا يلقى صد من طرف شريككم الاجتماعي الاتحاد العام تونسي لشغل أو تحديد الجامعة التونسية الجامعة العامة للتعليم ثم التعليم الثانوي ثم الأولياء ارتاحوا نسبيا لعودة نظام التدريس العادي وين ماشيين خاصة بعد البارحة سيد وزير التربية صرح على هامش نشاط يقول بش نواصل الآن في نظام التدريس بالأفوش شكرا شكرا لتحت هذه الفرصة لتدقيق الأمور وخاصة بالنسبة لتسريح السيد وزير التربية في لجنة التربية خلال الأسبوع الماضي السيد الوزير ما قالش هرانا بش نرجعه أما اطرح كونه فرادية فرادية في يقظة تامة حالما تتوفر الظروف للرجوع إلى التدريس نحن على سعداد لذلك هذا الكلام المهم والذي يحدد ذلك في الحقيقة هي اللجنة العلمية هي اللجنة التي تبين أن الظرف أصبح يسمح بهذا أم لا أحنا مقتنعين من البداية أن القرار الذي اتخذناه قرار موجع قرار أخف الأضرار لأننا نعتبر أن الحق في الحياة عنده الأولوية المطلقة ولكن الحق في التعلم زادة عنده أولوية كبيرة برشا في المجتمع التونسي وفي تقاليدنا وفي ثقافتنا وبالتالي معناها باش الناس الكل تحس كونه الوزارة مش خطأت قرار هكذا وخسيبة الأمور لا نحن متحفزون ومتيقضون كلما أتيحت الفرصة دي كو حالما معناها يتوفر الظرف سنعود إلى التدريس بالعادي بالظروف العادية مع علم أننا أخذنا الأحتياتات على أننا هذية باش نكملوا به العام لأننا أحنا قمنا بتخفيف برامج وتخفيف البرامج أخذنا لحسابنا معناها باش نوصلوا به العام كامل إن شاء الله ترفع علينا الوباء إن شاء الله هاللجنة العلمية تقرر وتقول له ما فهماش اختر عند الرجوع وساعتها نتناقش جميع الأطراف ونعمل اللي فيه مصلحة للتلميذ بالأساس احنا كنا نحكي وتوأنا وياك على الأضرار هنجين 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 باش نواصل نظام التدريس بالأفوش منواصلت بالتدريس ما لم تأتي إشارة خضراء واضحة غير قابل التأويل من اللجنة العلمية حاولتوا للمقترح حمتياكم أنتم اللجنة العلمية لا ماهيش مقترح نتابع يوم بيوم مع اللجنة العلمية الوضع والأرقام سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المدرسي ووقت اللي يصبح هذا معناها ممكن فأنا سنعود إلى ذلك نعتبر كل ساعة الموقع الطبيعي سيحات تعرف الموقع الطبيعي للتلميذ هو المؤسسة التربوية إذا كان يكون خارج المؤسسة التربوية راهوا فما قوة قاهرة متى تجاوزنا هذه القوة القاهرة رانا في وزارة التربية متحفزون ومستعدون وهاجسنا ذلك هاجسنا هو الرجوع وأي طرف راهوا هذا ولكن ماهوشي بالتسرع ماهوشي بمعناها حتى حد أدنى من المخاطر لا نركبه لأنه ضحينا هو عملاء والتعرف وقفنا في مارس الدروس وسناء نخدمه بنصف الوقت سرياض بن بوكر مدير العام للبرامج وتكويل المسامر بوزارة التربية إذا كان لجنة علمية جهوبكم تمشوا مباشرة للعودة إلى النظام العادي للتدريس ولا تدخلوا في مفاوضات مع شريكهم الاجتماعي أنا روه معناش اختلاف مع شريك الاجتماعي في المسألة مصلحة التلميذ لا خلافة لنا في هذا ولكن معناها وقت اللي يتكون وشريك الاجتماعي شنوه الهاجس متاعه هو الهاجس متاعه مصلحة التلميذ ويخاف على المتدخلون المتدخلين الكل في العملية التربوية معناش اشكال في هذا معناها حتى لو كان صارت بعض التصريحات من هنا وهناك وقت الصحيح نقود على طويلة الحوار وناخذ القرارات من كل سرعة رأوا القرارات اللي اخذناها ليوم بيوم أصعب وأخطر من الرجوع إلى هذا القرارات اللي اخذناها بتخفيف البرامج وجعلها ملائمة لهذه السنة معناها التدريس يوم بيوم أصعب وكانت منحل موجع للجميع ولم يكن ذلك بالأمر السهل اليوم كيف نرجعه أكيد مش ندرسه في ظروف كيفاش نرجعه وإن شاء الله احنا هذي لكل حدث الحديث إن شاء الله غدوة تقول لنا اللجنة العلمية كون أصبحت الظروف ممكنة إن شاء الله تنتظروا غدوة أعطيتكم موات لا 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 إن شاء الله أقرب وقت ممكن إلى حد الآن نحنا نواصل التدريس بنظام الأفوش إلى حدود إلى حدود إجابة اللجنة العلمية هات نمشي معاك الحاجة أخرى واللي الأوليات تحيروا منها وما حرحبوا ساعة بالعودة النظام العادي لأولياء لكن متحيرين بعد امتحانات متع الثلاثية الأولى وبدأت الأقسام تعقد مجلس الأقسام وبدأوا بعض الرئيسات يتحطوا معاك لهم داتهم يقولوا مراو ما كانش فرحان بالمستوى اللي يحصل في هذه الفترة فبالتالي التحسيل التربوي والبيداغوجي والعلمي في هذه السنة الصعيبة برش مع السنة الفارطة الموسم الدراسي الفارط التلميذ ولا التحسيل اللي عندهم هلهل بشكل كبير وانعكس ذلك على الامتحانات وعلى المعدلات في المبدئيا بنقولوا هذا الكلام حتى ننتزر لكن عنا معطيات مبدئية تقول فما راو تهله فما تراجع في المعدلات وفي التحسيل العلمي تخفيض من البرامج زد على ذلك نظام الأفوش زد على ذلك إضراب منتع القايمين والقايمين العايمين ما فهمش روجيستر وما فهمش لابان وما فهمش بيت روتار وغير ذلك وليقعدين في الشارع أكثر من اللي قعدين داخل المدرسة هل أنتم على وعي بهذه الإشكالية الكبيرة شكرا على هذا السؤال اللي يعكس معناها ما يدور في خلد الأولياء أو حتى بعض التلميذ اللي عندهم درجة من الوعي أنا نحب أقول في العادة الثلاثي الأول ديما المستوى يكون بالنتاج يكون ضعيف ثم يتدرك في الثلاثي الثاني ويكون تدرك أفضل في الثلاثي الثالث معناها ما نتفجأش احنا بالنتاج هذه السناء صحيح السنة الدراسية لم تكن عادية كانت امتداد للسنة الدراسية الماضية اللي توقفت في شهر مارس بسنة معناها الأقسام النهائية اللي يكملوا وبالتالي حتى الانطلاق سنة الدراسية هذه كنا انطلقنا على أساس تدرك ما تخلد بذمة السنة الماضية بحيث الثلاثي الأول هذية مفجأة كانت تكون نتاج ضعيفة احنا في اتصالنا توا بالسادة المندوبين الجهوين قاعدين نحسوا فيهم بضرورة ضبط خطط جهوية حسب الخصوصيات ان تأكل جهة بالضبط حسب خصوصيات للتدرك احنا نعي ان القرارات التي اتخذت وان اليوم بيوم هذا وبالأفواج لم نكن مهيئين لها معناها ما كانش عننا تعليم عن بعض ما كانش عننا امكانيات التواصل بيداغوجي ما كانش عننا امكانيات اشغال التلميذ يوم يكون بالمنزل ولا يوم لا يكون بالمدرسة بالمنزل صعيبة شوي تلميذ ما بقاش بالمنزل هذية هالصعوبات التي تعدين منها يجب ان تعلموا منها باش في المستقبل ما عاش نتفاجأ بحاجات كمه يجب ان تكون عننا ادوات يجب ان تكون عننا معناها التلفزة التربوية يجب ان تكون عننا هي التلفزة التربوية يجب ان تتفاجأ باش سيليار بن بوكر باش وقتين بش تكون جاهزة وقليوف الموسم الدراسي هذا معناها شوف اذا كان باش نعملوا مع ما عملنا التلفزة المدرسية في السنة الماضية السنة هذية حابنا نسوها على قاعدة تكون معناها انت تعمل مشروع كما تفكرش في الديمومة متاعو راهو يبقى مع الأزمة ويمشي بينما بينت اليوم الظروف هذية كونه في حاجة الى آدات اللي تكون مستمرة ومسترسلة وهذا يطلب خبرة كبيرة يطلب خبرات هذا اللي قاعدين اشتغلوا عليه باش مش مسألة مسألة تكنولوجية فقط وتوفر البث وتوفر لابد أن تكون المحتويات بالحجم الكافي بالدقة الكافية وبالجودة الكافية حتى يستفيد منها كل تلميذ اللي عنده تلمزة في الدار فهمتني واحنا معناها كان بالأمكان كانت عدد سيناريوات أنه التواصل هذي البيداغوجي يكون بالانترنت تشوف أنت الربط ما هيشي بدرجة عالية عند الناس كل وتشوف أنه مش الناس كل عندها عندها النفاذ ومش المعلمين ولا سيد الكل قبلوا البلاتفورم هذية باش يحطوا عليها الخدمة متاحهم والتواصل البيداغوجي موجود زادة هذي معناها بالنسبة التواصل البيداغوجي حاجة أخرى نحنا بالنسبة اللي يمشي على الانترنت عدد سيناريوات وعدد متدخلين الأدات الشعبية واللي في متناول نشكل هي التلفزة وقتاش التلفزة قريبا أي لا ما نجيش خلال موسم دراسي هذا للك في الموسم دراسي مش عام الجاي معناه لا 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 في الموسم دراسي هذا شهر شهرين كنا نأمل كونه في شهر جاء فيه ولكن وكنا نجم نعمل بث تجريبي في شهر جاء فيه وتنطلق الدروس التلفزية ولكن قلنا يلزم وقت اللي يولي معناها التلميذ يتعلق بهذه التلفزة يكون فما استمرارية وفما دايموما لابد من الأعداد لهذا فما لجان توا وفما فرق تشتغل يوميا وإلى ساعة متأخرة من الليل ونحبنا أن حيز هذا الأخوان في التلفزة الوطنية اللي يوفره في جميع الظروف بيشتولي التلفزة وقناة تربوية قارة وثابتة مهما كان الوضع الوبيت كل شهر زيما والله ما نجمش نتخف تفاصيل ما نجمش نتخف تفاصيل خطر المعلومات السعبة هيش عندي شهرين ما لا نتصورش تفوت شهرين على أقصى تقدير به هدية نجم تكون تتمن تعاون في البارمجة بالتجارب المقارنة تشوف البلدان الكل حتى البلدان العربية عندهم قنوات تلفزية احنا وقت اللي كنا باش ننطلقوا في الملول حابينا بوكي كامل يكون فيه على الأقل على الأقل معناها عشرة قنوات الابتداء يختلف على الثانوي ولأنه حتى في الثانوي فما شعب وغير ذلك هدنا مش معاك الأبعد الهنا كنا مضطرين أنه باش نعمل ده مش الثلاثية الثانية والثلثة و باش نخدم نظام السوداسي البرامج طوعتوها لهذا والامتحانات كيف باش تكون هل باش تحافظ على وقتها طريقتها العادية اللي خدمنا بها في الثلاثة الأول شنوة جديد في هذا يا نذكروا به الأولياء و تلاهم أنا نحب ننتهز هذه الفرصة الأعلامية باش نذكر كونه لا تغيير بالنسبة إلى معيد البكالوريا خاصة يعني من 12 أبريل إلى 24 أبريل هي موعد امتحانات البكالوريا دون تغيير في مضمونها شنوة 12؟ من 12 إلى 24 أبريل امتحانات شنوة؟ البكالوريا البكالوريا رياضيات رياضة البكالوريا بكسبور موجودة لا تغيير مش تنحات البكسبور؟ لا ما تنحاتش رسمية رسميا من 12؟ لا تغيير على البكالوريا من 12 أبريل إلى 24 أبريل 24 أبريل عن بكسبور بيه؟ الامتحانات التطبيقية البكالوريا في نسبة البكالوريا من 27 ماي إلى 9 جوان هذا بالنسبة الأعلامية وبالنسبة التقنية وبالنسبة المواد التي تنجزوا بالتمرين التطبيقية ثم البكالوريا بالاتفاق بين الجميع والذي خرجت فيها المنشور تبدأ 16 جوان وتنتهي 23 جوان الدورة الرئيسية ودورة المراقبة هي في أيام 6-7-8-9 جويلية بحيث معناها أكتوف السنة الدراسية تقريبا تنتهي في شهر جويلية نكملوا البرامج خاصة أنت باكسبور اللي كان مفروض أنا بيجي تتأجل أو خرجت أحديث كونه بيجي تتأجل تتأجل تتأكد اليوم وتقولنا بيجي تصير من 12-24 أبريل الباكسبور اللغربية ما حضروش كما يجب في الفترة الصعيبة هدية الحار عشانها متاع جايحة عامرة وصعيب برش صعيب برشة على الناس الكل وخاصة على وزارة الطالبية بشي نقوله صلاحة وانتم قاعدين تخدموا ومحاضرين لسيناريو الكل ثم تتأجل في شهر رمضان من 12-24 أبريل هل زم مساعدين تتأجل؟ شهر رمضان السنوات الأخيرة كل نخدمه بيه هل مساعدين تتأجل؟ شهر ربي معاه؟ معناها شوف أنا اللي اللي نحب نلفت به لانتباه للأولياء وللتلامذة اللي يسمعوا فيها زادة راهوا بيناتنا للإضراب من بتاع السادة الإداريين ومن بتاع القايمين كونه عدد كبير من تلامذة يجي يحضر من أجل رجلس الدابان هذه معناها ظاهرة يجب أن نشتغل عليها جميعاً خبراء ومختصين والتربية وغير التربية واللي عندهم علاقة بالتلميذ لا يعقل أن تكون الصيلة بالتعليم والصيلة بالتربية والصيلة بالمدرسة هي من أجل مسألة إدارية شكلية هذا حاضن سجل حاضر وهذا غايب معناها جاذبية المدرسة وتعلق التلميذ بالمدرسة يجب أن يكون هي مسؤولية عندكم أنتم عند الدولة وعند سياسة الدولة وعند المسؤولة على البرامج والتكوير هل نجبتك عليها أنا أقول لك يظهر لحان الوقت مرجعة للبرامج نقيسة كبيرة نقيسة كبيرة في أنه العلاقة والصيلة صيلة التلميذ بالمدرسة يعني فيها عديد من الشوائب يجب أن نشتغل عليها باش يرجع التلميذ وقت يحل عينية الصباح ويقوم يعرف اللي ما عنده كان وجهة واحدة هي المدرسة باش يرتقي بها اجتماعيا باش يرتقي بها معايا حتيت يدك حتيت صباحك على أصل الديه فما جانب آخر من الحشب يسمع الديه تعرف اللي التلميذ يخدم في العام على الامتحان فقط هذا هي هالنزع الفراظماتي اللي عند التلميذ مش عنده هو التلميذ باش يكون عنده محصول ويكون ذاته ويكون ثقافة عامة عنده ومعطيات علمية وبيداغوجية يكتسبها واكتساب بالمعرفة بالنسبة له ما فهميش لأن البرامج لربما هزته إلى هذا لربما من عرش هال فما مراجعة عندكم أنتم في وزارة التربية لهذه البرامج وجاذبية البرامج التربوية والبيداغوجية والتعليمية في المستوى الأول والثاني والثالث فعلا أنت حتيت سبعك على الأصل اللي فعلا البرامج اللي نقرر فيها تقادمت واهترأت وأصبحت مراجعتها أمرا حتميا ومتأكدا اليوم قبل الغد بحيث إن شاء الله وهذا ينجم ونخدموه كان بانخراط الشريك الاجتماعي معنا نحن نشتغل على هذا ونريد أن نتقدم خطوات لأن معناها بكل صراحة برامج بتاع الفين واثنين اليوم مازلنا نستغلو بها ومازلنا نقرر بها في التلامذة والعزوف من التلامذة هذية اللي نشوفه فيه في جانب منه هو أنه لم يعد له ما يشده في المؤسسة التربوية هذا يجب نكون وعين به بكل ونحن مسؤولين عليه المرفق المسؤول على المرفق هذا معناها مسؤول على هذا بشي سرع وإخواننا أيضا في النقابات معناها شركائنا فعليين في هذا يجبنا نعاود نجتمع حول مائدة الحوار ونقل كفاء من هذه البرامج التي في جميع الميدين أنا تقريبا يوميا عندي جلسة مع مادة من المواد كل المواد تقريبا أصبحت تعاني من تجاوزها فيما يخص المضامين وفيما يخص المهارات التي تدربها حتى التلميذ تجاوزها معنا تلميذ لغة ورقمية ويحكي بلغة أخرى والبرامج ما تطورت شي أمور هذه المفارقة تقول التلميذ جاوزها كنجيوش نعملوا حاجة على التواصل عن بعض نقول التلميذ ما عندوش سمارتفون وما عندوش تابليت هذه الوزارة يلزمها تعمل بين إمكانة التلميذ الحقيقية وبين ما يجب أن تكون عليه المدرسة لأن التلميذ دخل العالم الرقمي رغما عننا رغما ربي يهدي بعض المسؤولين اللي كانوا في وزارة التربية ولا اللي كانوا في الحكومات قالوا أن تابليت لكل تلميذ وقالوا أن الرابط بالتدفق السريع لكل المؤسسات التربوية والمشروع ما زال محققنا وغير ذلك هذا ليس التلميذ فقط النفاذ الذي توافر المؤسسات التربوية ليس موجود هل تنقدم شوية أعطيتني الامتحان الوطني الكبير المهم والامتحانات الوطنية الاختيارية والامتحانات الوطني المراقبة المستمرة سنة السادسة يعني في موعدها في موعد السنة السادسة يعني مش تكون واحد ثلاثة جوليا والتاسعة مش تكون معناها ختم التعليم الأساسي ثمانية وعشرين تسعة وعشرين وثلاثين جوان 2001 بالنسبة المراقبة المستمرة بالنسبة المراقبة المستمرة يعني جلسنا أيضا مع الشركاء الاجتماعيين واتفقنا مع بعضنا على أن أدمجنا عكل عشر أيام اللي ما كانتش متوقعة وأصبحت عطلة في الفترة بتاع شهر جانفي حسبنا عدد الأيام المتبقية لنهاية السنة دراسية تقريبا تقريبا 17 يوم بالنسبة للتلميذ فتم الاتفاق على الدمج وتعاملنا بسرعة مع استطباعات الدمج من ضرورة توحيد الفترة التقييم يعني مراقبة مستمرة من أربعة جانفي إلى أربعة جانفي اللي فات بالنسبة للفروض والفروض التأليفية الأسبوع المغلق يكون في نهاية شهر ماء الأسبوع المغلق في نهاية شهر ماء رزنامة هبطت شفت على الصفحة واللي حبي ثبت في رزنامة موجودة على الصفحة رسمية لوزارة التربية وكل مادة وعندها خصوصياتها وكل مادة عندها رزنامة بتاعها فما مادة مش تعمل معناها فرض تأليفي واحد فما مادة مش تعمل فرضين واجتمعنا في هذا مع هيئات التفقد وخرجنا المنشور موجود بين أيدي الجميع الآن لاحظة أنه سنة السلسة لامتحان وامتحهم مش يكون نهار واحد وثنين وثلاثة جويل يقول فكأنه فما تواجه منكم أنتم كوزار التربية أنه نكمل العام الدراسي السنائي إلى حدود ثلاثين وشوان لأنه عادة نراه في مي نسلمه على المدرسة وانت يشور كرار صور كراتب وانتهي العام شوف معناها الباكالوريا صار فيها شوية ديكلاج الامتحالات الوطنية إذا ما تتزمنش مبعضها هذك هو اللي خلى باك ثم معناها نوذيام ثم الابتدائي وهي فرصة باش نشوف والسنة دراسية حسب المستويات الأعدادي يوفى مع الامتحان الوطني والابتدائي أيضا يوفى مع الامتحان الوطني هو الدخول للمدارس عددية عوام الباكالوريا تبدأ خمسة ستة جواء واخرت وشوي ستاش صراحة وانت المدير العام للبرامج هو التكوين وكنت رئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي وعندك الكتب وعندك كذا وتعرف هل بش نكمله البرنامج سنة إن شاء الله هنكمله إن شاء الله نكمله أما نحب ننبه هالحاجة نعم شوف فما بعض فما بعض تلانذا يعملوا في حساس دعم ما هوش عند مدرسيهم في عند ناس أخرين اللي ما عندهمش حتى علاقة بالمؤسسة التربوي ويعطيوا فيهم في برامج قديمة نحب النبهة لهذا راهي البرامج مخففة وموجودة على مواقع الوزارة راهي البرامج اللي بش يتعدى فيها الامتحان السناء راهي برامج مخففة ولجان معناها خدمة عليها ووضعت في كل مواقع وزارة التربية وفي الباش فيسبوك وموجودة نخاف فما مدخلين يثقلوا كهل التنذة بمضامين والمدخلين من خارج المنظومة التربوية جوديبيان أكد معناها يثقلوا كهلهم بأشياء اللي لا علاقة لها بالبرنامج الحالي راهي البرنامج السناء هذه راهي برنامج استثنائي برنامج اجتمعت عليه الخبراء واللجان والسادة المتفقدين وحتى المدرسين وحتى المساعدين بداغوجين بالنسبة الى الابتداء وخرجت في سيغة جديدة سلياد بن بوبكر المدير العام للبرامج وتكوين المسمر حملوك رسالة شكر وتقدير واحترام لكل المتدخلين في المنظومة التربوية في عام استثنائي عامنا والوسنى كانوا في الصفوف الأمامية ما تخلوش على واجبهم واجبهم نحو أبنائنا وبناتنا فبرافو لهم وان شاء الله بشكر لكل خيال يقدموا الواجب تحت فرصة للتربية والمسؤولين في التربية باش يبلغوا المساج في الوقت المناسب وقاعدين تومة زادة في الوزارة تخدموا في خدمة كبيرة والوزير قاعد يخدم نشوفيها رجل ميدان وقاعد يخدم في خدمة كبيرة شاء الله بتوفيق لكم ولي أبنائنا وابناتنا في هذا الموسم الدراسي الاستثنائي بعد قليل نستقبل سيدة زينب أعطيها تقديم كتاب ولدها محمد أعطيها